مصد خير كريستين تم اليوم تشييع جسمان الممثل القدير نور الشريف لتوفي مبارح من بعض صراع مع المرض تفاصيل التشييع من القاهرة مع زميلتنا منا عشماوي ملتحفاً بعلم مصر داخل نعشه يودعه أحباؤه ويلقون عليه السلام الأخير لتشيع جنازته من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر وسط حجد فني ضم رموزاً كبار بعضهم من جيله والبعض الآخر من تلامذته ورغم حرارة الجو الشديدة إلا أن ذلك لم يستطع أن يثني العاشقون لفن العبقري العملاق نور الشريف من حضور جنازته وحمل نعشه على أكتافهم أغلبهم خنقه الحزن والدمع فلم يجد كلاماً يصف ما يشعر به والقليل من الحاضرين وقفوا ليقدموا عزاءهم عبر شاشات التلفزة تقديراً منهم لرحيل آخر الرجال المحترمين عذراً هي ليست عبارة بل أحد أفضل أعمال نور الشريف الرائعة مش عارف أقولك إيه ما ما تتكلم عن نور الشريف ما تقدرش توافيه ويكفي بأنه طول مشواره الفني حقق كثير جداً من الأشياء اللي حتظل ترمز وتشير على أهمية نور الشريف كفنان بقاء لله يعني صارة كبيرة بالنسبة لمصر إن شاء الله ربنا يعود لنور الشريف في ذاكرة أفضل مائة فيلم في تاريخ الصينما المصرية سبع أفلام رائعة بينما في تاريخ الدراما فله أعمال لن ينساها محبوه مثل الحج متولي ولن أعيش في جلباب أبي أما البداية فكانت في أواخر الستينيات مع مسلسل القاهرة والناس ولا نستطيع أن ننسى رائعته هارون الرشيد بالإضافة إلى تقديمه لشخصية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وكانت تبقى في أعماقه رغبة لتقديم شخصية سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب والقائد نور الدين محمود زنكي إلا أنها يبدو ستظل مجرد رغبات أغلبية المبدعين راحوا واللي فضلين حاجة بسيطة كان أستاذ كبير جدا وأنا لي فضل علي كبير جدا فإنه هو دخلني المعهد وهو كان أستاذي بعد صراع مع المرض يرحل نور الشريف تاركا تاركا من الأعمال المتميزة كان آخرها في السنمة بتوقيت القاهرة وآخرها في الدراما أولاد منصور نور الشريف كان دائما البحث عن قضية ندم في حياته لعدة أفلام قليلة قدمها إلا أنه كان راضيا عن أغلب أعماله والتي كانت ذات مغزى وعبرة أوقعه القدر في محن كثيرة خاصة تلك التي جاءت إبان تقديمه لفيلم ناجي العلي لتقاطعه الكثير من الدول العربية وتمنع عرض أفلامه لسنوات كذلك تعرض لانتقادات شديدة بعد تقديمه كلا من فيلم الكرنك والمصير أما علاماته البارزة في السينما فهي سواء الأوتوبيس والعار حدوت مصرية والبحث عن سيد مرزوء بالإضافة إلى أول أفلامه قصر الشوق والذي يعود الفضل في تقديمه لهذا الدور إلى الفنان الكبير عاد الإمام الذي قدمه للمخرج الراحل حسن الإمام آخر عمل عملته معك كانت دالي ثلاثة كان بيرشدني برضو لو تسأل لي أي حد في الوسط الفني نور الشريف علمه أي حد يشتغل مع نور الشريف يتعلم من نور الشريف خمسون عاما من العطاء لم يقبل فيها كرسية الوزارة لم يقبل أن يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية والتي كان النجاح له فيها مضمونا لم يسعى لأي ألقاب فهو كان واثق بأنه متربع داخل قلوب الملايين من العرب فهو وحده الذي صدقناه في كل شخصية قدمها وهو وحده الذي جعلنا نفكر ماذا بعد؟ أيها النور المشتعل بكل شخصيات الدنيا منعشماوي الجديد من القاهرة أطلقت مايا دياب ألبومة الجديد اللي حمل اسم ماي مايا والفيديو كليب الخاص بالعمل وأكدت أنها مقاومة فنية وتصر على تحدي كل الظروف ولو كانت صعبة ورغم غياب أغنيات زيادة الرحبانة عن ألبومة الجديد مايا بتأكد أنه علاقتها فيه ممتازة ولا بعدها بعيدة عن التمثيل وهل راجعة إلى تقديم البرامج الإجابات من مايا دياب بهاللقاء غمرني وشك خلينا ننسى هالأرض ننسى الناس كل الناس ونفكر إلا ببعض خذني بعيد ما تتركني قلبي وحيد خذني وروح يلو نروح وترحم ما إنت بتريد مايا تصرين على الاستمرار يعني كثار من الفنين بيقولوا بأنه الوضع سيء في إرهاب ببعض الدول أنت بتقولي لا بتقولي أنه لازم كل فنين يضل عم بيقاوم أنا الإرهاب الفني فكل واحد بيحارب بطريقته أنت ضد أنه أي شخص يوقف نشاطه أو يقول الوضع تعبان لكن إحنا أتعب وضع بالعالم العربي لبنان وما وقفت ولا ثانية عندنا الأوضاع السيئة والحرب والسمرينة وبعتقد هالحالة وهالوضع اللبناني ودى أنه يكون في عنا مبدعين هالقد فنانين هالقد ناس شاطرين مثل حضرتك شادي هالقد بعتقد من الأسل عشتني ومن الحرب فهون يجب أن ناخد إيجابية الأوضاع وبعتقد إذا ما رح توقف نحنا لازم نستمر وإذا كل واحد عنده دمان معين بشغله بده يكمل فيه لأنه كلنا بدنا نعيش فأنا ضد أنه نوقف سرق وفل سرقني من أهل المصحابي سرقني من عيني من الجل حدي يطل حدك أنا عبيح لشبابي ما بشبع منك مبمن وغردي وشكل شهر رمضان تابعنا كثير مسلسلات وأنت عرض عليك كثير ليه بعد هيد الخطوة مش عم تكتمل لأنه عم أكمل خطوتي الناشحة ألبومي كان برايوريتي عندي التمثيل منه برايوريتي ولما يجي وقته ببقى بخبرك شادي بهيدا الألبوم رح يكون فيه أغاني زيادة رحباني لا أغاني زيادة لواحدهم ما وعدة بكرة زيادة بقى بعض الظهر إذا بتحب تجي فيه ما وعد يعني يلي قالوا بمحل معين أنه في عطب أنه ماية عم تتأخر يقولوا البدنية أنا عالقت بزيادة رحباني ما حدا بمسلائيل ولا قال رح ترجعي على تقديم البرامج ايه بالشي حلن ألا رد موسيقى موسيقى بوسط نجوة كرم هالمرة لعريصة طفل الشهير لا لا نجوة عبينيها بدي يتزوجها شو؟ بدي يتزوجها نجوة كرم عبينيها بارك بس حبيبي حبيبي اسمعها لا 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 بدك تتزوجها نجوة كرم؟ لا لا ماذا بدك تتزوجها مين الأحلى أماما ولا نجوة؟ نجوة نجوة أحلى من ماما؟ ايه شو بتقول نجوة شو بتقول؟ نجوة لعيد شي ما تقول ما قالت لك شي؟ ام ما ردت عليك على المسيج؟ شو بتقلها يلا نجوة عم تشوفك هلا شو بتقلها؟ أنا أحبك كتير بعد ما نشرت نجوة كرم فيديو للطفل الذي طلب الزواج منها وهو يبكي بحرقة وذلك لعدم ردها عليه واستجابتها لطلبه نشرت نجوة كرم فيديو لها ردت فيه عليه محقيقة جزءا من حلمه أنور كيفك؟ أنا أجوة كتير زعلت لما شفتك عم تبكي بس بالنفس الوقت كنت فرحانة لأنا شفت قداش بتحبني وأنا حبيتك كتير أهرت اللي قلبي لأنا شفتك عم تبكي هايكي لازم شوفك قريبا بس ما بديك تبكي بديك تحبني من دوما تبكي وهيلي بوزي أعطيني بوزة قدل اللوم وغمرة صغيرة تواسيني صبرني لتاني اليوم تخدرني وتغديني أعطيني بوزة قدل